مرحبا حضرتكم معنا مرة تانية في الدائرة أهلا بكم معنا وتاني فقرة من فقراتنا النهاردة فقرة مهمة جدا عن الفيلم التسجيلي أوطار مصرية الفيلم ده بيتكلم بشكل كبير جدا عن آلة السمسمية الحقيقة ضفنا النهاردة هو هيكون الأستاذ عمر حسين مخرج الفيلم هو حاصل على مجسر الإخراج من أكاديمية نيويورك لعام 2011 وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية من بينها أزان في أمريكا والطريق إلى الميدان الفيلم ده بالتحديد حصل على جائزة مهرجان ثقي تسوي للأفلام التسجيلية لعام 2012 النهاردة الحقيقة أستاذ عمر بنوضنا علشان نتكلم أكتر عن فيلم أوطار مصرية اللي زي ما قلنا له حضرتكم الفيلم ده بيتناول تاريخ السمسمية في منطقة القناة ودورها الوطني والنضالي منذ حفر قناة السويس وحتى انتصارات أكتوبر كمان الفيلم رصد لقاءات كتيرة جدا مع أشهر عازفية فتفاصيل كتير هنعرفها عن آلة السمسمية اللي تعتبر من أجمل الآلات الموجودة ويمكن الفيلم ده كمان يعتبر توثيق مهم جدا لآلة السمسمية هنتعرف على كل ده من خلال وجود وتشريف أستاذ عمر حسين معينا صباح الخير يا فقط صباح الحاجة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بينكم وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة منورنا وخلينا في البداية نعرف تحديدا أسباب اختيار حضرتك الفيلم بيتناول تاريخ السمسمية أثناء دراستي في الولايات المتحدة لميل درجة الماجستير في مجال إخراج الأفلام الوثائقية كان مؤنسي دائما في هذه الفترة هو الاستماع إلى الأغنيات من تراثنا الشعب المصري وخاصة السمسمية وخلال الاستماع إلى هذه الأغاني خاصة الوطنية منها لاحظت أنه كان يسيطر على كتاب هذه الأغاني قدر كبير جدا من التفاؤل والإيمان بشعبنا رغم كافة الظروف الصعبة أو المحبطة في تلك الفترة خاصة فترة ما يعرف بحرب الاستنزاف فهذا الأمر الجذباني إلى أن أبحث في تاريخ السمسمية ووجدت أنها كانت بمثابة سجل لنضار شعبنا لفترة تتجاوز المائة سنة وربما خاصة في الفترة ما بعد ثورة أجلسة 152 وخلال عضوان 56 وحرب الاستنزاف وصولا إلى حرب أكتوبر كانت بالفعل السمسمية سلاحا لا يقل عن سلاح المقاومة الذي كان يحمل هؤلاء الفدائيون فكانوا يحملون السلاح صباحا ويحملون السمسمية ليلا وكانوا يبثونا أغانيهم التي كانت تدعو إلى الصمود وإلى الصبر إلى أن تحقق النصر نعم وإحنا بنحتفل ب150 سنة على افتتاح قناة السويس ارتبطت آلة السمسمية بالثلاث محافظات الخاصة بالقناة الاسم عليها بورسعيد السويس زي ما حركت فضلت وقلت لأهمية الآلة دي بالتحديد ما زالت لحد دلوقتي برضو الروح دي موجودة فنأخذ درست أكبر من حضرتك لأن أنت رصدت ده بشكل كبير أستاذ عمر نعم أولا السمسمية هي آلة مرتبطة بمصر القديمة ونرى صورا لها على المعابد في الكارنك وفي دندرة وفي غيرها من المعابد وهي الابنة أو امتداد للهرب والقيثارة وغيرها من الآلات الموسيقية هذه الآلة نزحت مع المصريين الذين ستجلبوا بالسخرة في القرن التاسع عشر لحفر قناة السويس وكانوا يعزفون عليها من وضع الاحتضان ولم يصلنا الكثير من الأغاني من تلك الفترة حفر القناة ولكن واصلنا على سبيل المثال للحصر دور كانت تقول كلماته روح يا الغريب طبعا في إشارة إلى الغرباء أو إلى الأجانب أو إلى ديليسيبس ورجاله الذين كانوا يعاني منهم أسلاف هنا أثناء حفر القناة وكما تفضلت حضرتك منذ ذلك الحين ارتبطت هذه الآلة الموسيقية بمنطقة القناة بالذات أو بمحافظاتها الثلاث ولكن هناك أشكال أخرى لهذه الآلة نجدها في سيناء مثلا أو في الصحراء الغربية ولكن أغلب ما وصلنا من أغانيها كان مرتبطا بمنطقة القناة من خلال الفيلم بنتعرف على أشهر عازفين السمسمية دي كانت نقطة مهمة جدا أن حضرتك كنت حريص أنك تقدمها من خلال فيلم أو طور مصرية فالكواليس والشغل اللي حضرتك قمت بيه علشان يخرج الفيلم في هذا الشكل طبعا يعني خص بالشكر الأستاذ محمد الشفعي الكاتب والمؤرخ الذي أعد عدة كتب عن منطقة القناة وهو ابن المحافظة الإسماعيلية وكان له كتاب استعنا به مثلا كتاب بعنوان أنغام المدافع وهو كان حلقة الوصل بيني وبين هؤلاء العازفين طبعا لم يسافني الحظ أن ألتقي بالجيل الأول من العازفين الذين أسسوا هذه الفرق لأن معظمهم قد توفى مثل الكابتن غزالي في السويس أو الشاعر حافظ صادق في الإسماعيلية ولكن حالفنا الحظ واستطعنا أن نلتقي بمثلا الشاعر كامل عيد في بورسعيد وهو مؤسس فرقة شباب النصر وللتسكير فقط في هذه الفرق الثلاث كانت بمثابة مسلس يعني يلتقون في الفترة ما بين 67 إلى 73 ويحيون الحفلات الغنائية في معسكرات قواتنا المسلحة وفي معسكرات المهجرين من أبناء مدن القناة وكانوا بالشكل دائم يذكرونهم ويعيدونهم أن سيعودون يوما ما أو كما قال الكابتن غزالي في إحدى أبنياته بكرة هترجع لبيتك والغيتك يا خال وحتلقى الرمل قدر على طول الكنال وحتلقى شجرك عالي والفكهة فيه بتلالي تندهلك تعالي أنا غالي ومهري غالي من دم الرجال بالمناسبة الكابتن غزالي كتب عشرات الأغاني لن تجد في أين منها أي نوع من الأحباط أو أي نوع من التشاؤم هؤلاء الشعراء وهؤلاء الفنانين كانت دائما يعني يحدوهم تفاؤل ينبع من إيمانهم العميق بشعبنا وبقدرتها على الانتصار هل في شخصيات معينة تأثرت حضرتك كثير بيها سواء كان بالقراءة أو بلقاء شخصي معهم؟ نعم يعني هو الفيلم أوضح عليه نقطة مهمة وهو أنه في بعض الأحيان التاريخ الرسمي لا يذكر كل البطولات في حين أن الفن يخلد هذه البطولات على سبيل المثال للحصر هناك مثلا بطولة أنا نعرفها من عدوان 56 عدة قصص لم يذكرها التاريخ الرسمي منها على سبيل المثال للحصر قصة السعيد حمادة السعيد حمادة هو جندي مصري كلف بحراسة القنصلية الإيطالية في بورسعيد ابان عدوان 56 على هذه المدينة وفي وسط القصف طلب منه القنصل الإيطالي أن يدخل إلى القنصلية ليحتمي بها فرفض وقال أنني لا أستطيع أن أترك مهمتي أو أترك واجبي وكان نتيجة ذلك أن يستشهد على باب القنصلية وسط بكاء هؤلاء الإيطاليين الذين رأوا هذا البطل المصري يضحي بحياته لكي ينقذهم أو يفديهم هذه القصة ألهمت شاعر بورسعيد كامل عيد فكتب له بلدي يا بلدي الفدائيين بلدي يا بلدي الثوريين اسمع أسد كوندي شهيد ابن بلدنا الحر السعيد ضحب هم وعزم شديد يوم عدوان 56 ثم يستمر في ذكر بطولاته أو قصته فهذا نموذج أو مثال للفن حين يحفظ حق هؤلاء الشهداء وبطولاتهم في حين قد يتجاهل الإعلام الرسمي أو التاريخ الرسمي هذه نقطة مهمة جدا هل كان في مطالب ليهم يفندم أثناء اللقاءات التي قدمتها أو كان لهم رؤية معينة جاهلة السمسمية طبعا هو مطلب أنا أنضم إليهم فيه وهو أن يوثق هذا التراث هذا التراث الذي يبلغ عمره كما تفضلت 150 عاما للأسف الشديد هو غير موثق غير مسجل مثلا على شرائط أو سيديهات أو ما إلى ذلك وللأسف الشديد لا يقدم للجيل الجديد الذي ربما تسيطر عليه الاهتمام بنوعية أخرى من الأغاني أو الموسيقى حاليا أنا في رأيي أن هذا النوع من فن يجب أن يدرس في المدارس لأنه يكرس الانتماء ويعزز حب الأطفال والمراهقين وشباب لوطنهم فأنا أضم صوتي إلى صوتهم في المطالبة بأن يوسق هذا التراث وأن يسلط الإعلام الضوء على هذا الفن ترجمة نانسي قنقر